بسم الله والصلاة والسلام وعصول الله جواب على الأسئلة في القناة هذا جون سين مختار عندي أوبال كورسا أربعة تسعين بثنين وشموة هل يمكنني تغيير الكربوليتر واحد وأي كربوليتر أفضل في دونه عن هذه الصحابة مثل أرابعة سيلندر وثنين بثنين أحسن على تسعين كربوليتر واحدة كربوليتر أخرى تشعين وكتشين بها كل واحدة قوتها وكتشين بلطين وكتشين تركب عليهم في الانينو وكتشين بكم وكتشين كامل كبروليتر لأنه لديهم كربوليتر كان تقه كامل بكل اكثر متاعه وفيه نفس المواصفات اركبه اخي اخويا اعطينا كلاج انتاع الاشياء المحرك تسويه اسانس انتاع كليو كات والله ازايك حاضر ان شاء الله سلام عندي رينو سيبر سينك يندير تروازيام تحصل من اكسي دايه تخرج وطلي بومور هذا كان عندك سينك رو هذا سينك رو سينك رو هي جايه على بره تنجم تصلحها وحدها لانها جايه في الخلف ينتعى العلب السراع تنجم تغيرها وحدها تشوفها تصليحها وتغيرها وحدها وها غير ما تفكر لبؤات مكانها حازم سلام عندي مختار بربي عندي فيات في مكتبها وفي الأكتب هذه الاني منجب نقرأها صورا رياض مقرر مقرر شكرا سلام عليكم و أنا من جزائر أحتاج علبة تروس سيرا سانجيونج كيروين مانيال محرك مرسلس خمسة سيلانتر موضوع هذه تلقاها أحيانا موجودة أحيانا لا لا تسأل الحاجة لازم تجيب فلوسك وتشري حتى حد لا يعطيك معلومة صحيحة إلا إذا كان لدي حاجة موجودة في المحلة و نعطيك المعلومة الصحيحة و نعطيك السعر بالتليفون و نعطيك السعر حتى بالكتابة إنما في حاجة كما هيك ما نجح نعطيك حتى معلومة لها موجودة مش موجودة يعني تركها هذه كل المعلومات نجح نفيدك بها أخي أعطينا كلاج إلا شان نعمل لك كلاج إن شاء الله سيارة إسانس عم أختار عندي مشكلة كي نضغط على الدرياج ينطفي المحرك ما السبب أبعث لي فيديو يا مبارك أبعث لي فيديو دعنا نرى كيف ما هي السيارة ما هو المحرك يعني كل هذه معنومات تسمت سؤال عم أختار ومع البنزين المناسب للبيجو 603 أربعة سيلندر 203 نعمل زينا في تونس ومع البنزين المناسبة هذا لا يجب أن نستخدم لذلك نعمل أختار مختار الصحة شريبتك صديقي يبحث عن محرك ماستر ترواء قتله ما عليك غير ما عام مختار هو اللي عنده محركة تبارك الله فيك مختار كم سعر بالضلط لا يا طارق محرك المستر ترواء غالي برشا و انا شخصيا ما عنديش اما اذا كان هو اي شخص يحتاج متور او يحتاج قطعة هيا ما شخص عندي يزم يجيني للمحل او يبعث لي عربون عن طريق البريد او البنك يبعث لي مبلغ معين وقتها نكلف هيكل نعطيه السيارة ونكلفه يمشي دور كان يقال المحرك وتفهمنا وكين ما كاشنا نخلص حق الوقت اللي ضيع هيكل يدور على القطع ونجعله باقي متاع رنى ما شاء الله الله يزاديك خير راح اعمل بتوجيهاتك وارسلك فيديو بعد الاصلاح هذا صاحب الفيديو هذا اللي هو عنده الكسر في الكلاس ان شاء الله ربي يوفق السلام عليكم مختار هل سيارة بيجو كربعمية وخمسة جايب في التكسي وهل سخونة مشكلة مع هذه السيارة السيارة اللي بيجو تكسي مزان وين هده مزالت عندكم بجزيرة مزالت تاخد تكسي عندكم بجزيرة احنا ربعمية وخمسة وين ما عاش موجودة اصلا خليل تشوف واحدة بعد كداش هي سيارة ممتازة وجيدة لكن في وقتها لما تكون نظيفة وتكون موتورها نظيف وتكون حالتها جيدة السلام عليكم سي مختار انا من المتابعينك بالله عليك عندي سيارة تعمل في دخان اكحل ومعرفتش من شنية بالضبط بالله عليك انت نجم تعاوني في حل المشكلة شكرا سيارة شوفت او الاملية ساعات يحطني في موقف حرج يعني عنده سيارة تعمل في دخان اكحل لا نوع السيارة ولا نوع المحرك ولا يبعث لك فيديو يعني مش معاك انا اخير اني مش معاك انا اذاك اذاك مش معاك انا يلزبت تعطيني فيديو فيه كل المواصفة فيه كل شفت الفيديو هذا اللي انت تفرجت عليه شفت صحبها السيارة كاش بعتلي وضح لي نحب فيديوه تكاكة واضح بشنا نقدر اننا نعملها الشرح واضح اخي مختار انه نجزال خاصتني ميموار بتاع باليو لا ما تقاش الميموار هذه مشكلة لها مشكلة جمع المموار هذه بالخاص في الباليو الباليو الساعات لا انساها لا تقاش سعيبها برشا وانما الميموار هذه رأو فيها اشكالية كبيرة يجب تكون السيارة موجودة هنا في المعينة المكان وتمشي اللي يخدم من الميموار وتشوفه معاهدة كان عنده ولا لا تمشي الدبر لو انت ميموار من مكان معين وتجيبها له فيها اشكالية كبيرة كبيرا كبيرا بيكستار عم اختار انه صار لي اليوم نفس الوضع غيرت كاتينة ومشيت بها 100 كم وبعدها صارت السيارة الزينة ما فيهاش جهد يوميا يوميا وبعدين طلع الزيت من قياس الزيت والسيارة هونداي بورتور تيربو ارجو الرد ارحم وديك اشكالي هوا عندي اصاري نفس الوضع انا في الوضع ما نعرف ابعث لي فيديو اشراح لي فيه مشكلة وريني مشكلة يصارلك وشون اللي عملت بالضبط لانا انا من ارجح ان اتفرج على الفيديو اللي انت شفته نقول لعم اختار لبراويل يكون خاسرين براويل لا ما هو ما عندهش براويل فوق في الكلاس يا عشرف كلاس مكسر او الاغطاء متاع الكلاس مكسر كلامك صحيح عم اختار صحف تورك شكرا يا ملاك يوجد اجوانات على شكل ثمانية تحت غطاء امارلوندال انجكتانة تخرج غطاء محرك هو يقول لك انا عندي خارجة من الكاشم تاستفاة فما كسر عم اختار المرة الجاية فاهمنا كيفا نفك مغناخة الديدل جيتا فولسفاغن مويدل واحد دسعين الله يجزيك يعني انا بعث لك فيديو هي فيها كهربائيه هذه هي نفس الشي هي نفس الفكرة يعني صحف تورك عندي ديسونسات واحد فاصل الربعة سازفال فيها لافونس واحد فاصل خمسة ما عرفش مشكلة ابعث لي فيديو واشرح لي المشكلة وكيفية صار المشكلة أنا ديما اللي همني في الشرح بالخص في الفيديو الكتابة براني مرجعش يعني تاعب مريض ويديا ما يجعو فيها وعيوني جعو فيها ولهنا الفيديو يسهل علي العمية بشي نشرح أكثر وأن نفهم أكثر اللفانس والواحدة هي نزيمة كل يعلاش وكيفياش ووقتاش وشريتها هيكة ولا صلحت حال الموضوع هذه المعروبات كلها تفيدني السلام عليكم يا مختار عندي 13 يوم من اللي عودت جوان كلاس وحرك اليو نحط ارتفاع نوعا من الماء في درجة الحرارة يعني المروحة تشتغل زيادة درجتين كما كانت عليه السابق وبعدها يعني في اليوم الثاني بعد ثانية عشر بعد تغيير جوان كلاس ومسح كلاس وبعدها خيام بشوار السيارة عند الركن يخرج الماء من القرباء مع العلم ان مضغط الماء عندي من اللي غيرتها والرديتير نظافها هل يكون السبب في ان رديتير متسخة ولهذا ترمي الماء القرباء والله يبعثني فيديو فهمني اكثر يا محمد وممكن عندك المشكلة ان كنت كلاس مسحته يعني هو المسح هو اللي كان سبب في الموضوع هذا اللي عملته السلام عليكم وعليكم السلام أعلم اني أترجعك وأتصل إليك يا أخي أن تقرأ رسالتي حتى كامل لا تتركها بدون ما تقرأها هذه أنا أختي يعني من اليمن يعني منين يعني يحب مساعدة احنا عنا في تونس أو في المغرب العربي كل رو ممنوع تخريج الفلوس يعني متخرج من البلاد الفلوس يعني ممنوع أن نبعث فلوس للبرا السلام عليكم أعب السبيل أخوتي كعادة المهمة عام مختارة حكاية هي دير كونتاكت تسمع صوت هنا تعلم أن نكتروفان جيد لا يوجد صوت إذا عندك مشكلة تروح في ياس تشريق في باطمان قدها قهوة تعيزي اشتري واحد وروح بدو صحف طرق لا هي مشكلة مشكلة بدل بدل يا حمزة لا أنا أعطيت فكرة ليس تثبت المشكلة التي هي منها هذا أفضل قليل من الميكانيكين ندخلونا عملهم ربي يبارك فيك عام مختار شكرا برك الله فيك نكتب بهذا قدر إن شاء الله تنفعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته